دعونا ننتقل الآن إلى القاهرة أستاذ محمد كمال مدير التداول للمؤسسات المحلية بشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية أهلا بك معنا أستاذ محمد نتحدث عن تداولات إيجابية اليوم مع مطلع هذا الأسبوع ما السبب الذي أدى إلى عودة ارتفاع سهم إعمار مصر بعد عدة جلسات من التراجع يمكن سهم إعمار مصر زي ما حضرتك ذكرت يمكن كان عليه من بداية تداوله وزيادة التغطية بشكل مبالغ فيه وده بيرجع زي ما ذكرت في تقريرك أن بعض الشركات السمسرة عملت عمليات تمويل أو مرجن للسهم للاكتتاب فكان فيه مرجن كول أو فيه اجبيع جبري من أول يوم من أول جلس التداول ليه لسداد أو لتغطية الحسابات المكشوفة لدى العملاء اللي خدوا كريدت بشكل كبير عشان تغطية الاكتتابة عشان يقدر يحصل على تخصيص بنسب كبيرة يمكن احنا شفنا مع بداية جلسات التداول للسهم كان فيه إخفاقات كبيرة جدا يمكن بترجع برضو لمعرفش لمدير الطرح عدم حنكته في إدارة الطرح بشكل كبير زائد برضو الجهات الرقابية المفروض أنها لها دور بشكل كبير على المنظومة ككل ومنظومة الكريدت بشكل كبير أنها ضرت بالسهم عند طرحه وضرت السوق كله بشكل كبير طيب بعد نعم نتحدث يمكن أجملت قبل قليل عدة عوامل كانت مؤثرة على السوق خلال الأسبوع الماضي أستاذ محمد بعد نعم نركز على البنك التجاري الدولي اليوم عم من حقق مستويات 52 إلى أين يتجه هذا السهم؟ ما هي المستويات في ظل معاناته من قرار شهادات الإداءة وعوائدها التي ستصرف بالجني بدلا من الدولار؟ الحقيقة يمكن مع صدور القرار أو القيود على الدولار بشكل كبير وعلى عمليات الجي دي آر شهادات الإداءة الدولية يمكن إحنا شفنا تهاوي سهم السي آي بي إلى أدنى مستوى أو يمكن تحت مستوى الخمسين جنيه عمليات التحويل أو الأربطراج التي كانت تحصل كان تم عمل قيود على الدولار لحماية الدولار وحماية عمليات غسيل الأموال وانتقال الأموال من الخارج وتهريب الأموال بشكل كبير عملية أمنية من الدرجة الأولى أعتقد أنه كان له أثر كبير على سهم السي آي بي زائد السي آي بي طبعا يتأثر بشكل كبير وهو مكون الرئيسي للمؤشر اي جي اكس 30 ومؤشر اي جي اكس 30 زي ما حضرك عارفة كان في حالة من حالات الإخفاقات في الفترة الماضية منها الأسباب اللي حضرك ذكرتها يمكن احنا شفنا النهاردة بداية صعود أو بداية حالة تفاؤل مع بداية الأسبوع النهاردة يمكن حالة التفاؤل دي احنا استشفناها من إغلاقات الأسواق الأوروبية والأسواق العالمية بجلسة أول أمس فكان من المتوقع أن احنا نشوف الجلسات الأسبوع الحالي إن شاء الله في حالة من حالات الصعود بعض الشيء أو حالة من حالات التقاط الأنفاس من المجات البايعية الشديدة اللي احنا شفناها طيب خليني أسأل عن اليونان أيضا أستاذ محمد يعني على ما يبدو بأنه هي تشكل اليوم مع القطاع المصري في المصري بعض البنوك يعني وليس كلها يمكن ارتباط مع بعض البنوك الأوروبية في تلك المنطقة اليوم على ما يبدو فيه تهديد من ألمانيا عم تعطي فرصة لليونان لأن تخرج من المنطقة تجرب نفسها مدة خمس سنوات لتختبر قدرتها يمكن على تسوية ديونها إلى أي مدى ستستفيد اليوم مصر ربما بسد العجز وإصدار سندات في حالة خروج اليونان وهل عمليات الإصدار باليورو ستكون مكلفة على الحكومة المصرية برأيك ممكن عمليات الإصدار باليورو ممكن تكون مكلفة بشكل كبير على الحكومة المصرية يمكن احنا معتدين دائما على الإصدار في حدود الدولار الأمريكي وعمليات الإصدار عن طريق الدولار الأمريكي هو الرائج أكتر ولكن ممكن تكون تكلفتها أعلى على الحكومة المصرية ولكن برضو هتعود بالضرر على الشركات وعلى المصرف الموجودة في التعامل في شركات التي تتعمل في الأسواق الأوروبية بشكل كبير طيب هل الخطوة التي شفناها من المركز الأسبوع الماضي أيضا بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار هي خطوة استباقية يمكن لبدء العمل بإصدار هذه السندات هو كان لها بنود كثيرة أو لها نقطة كثيرة يمكن من ضمن النقطة تخفيض الجنيه أمام الدولار يمكن عشان يبقى تحضيرا لو فيه طرح لسندات باليورو في فترة قادمة شكرا جزيلا لك أستاذ محمد كمال مدير التداول للمؤسسات المحلية بشركة التوفيق المالية على وجودك معنا